600 600 جنيه في الساعة اكيد لا انا شايف ان هو مش وحش وكويس جدا مبدئيا يا ملك 600 جنيه في ساعة كويس لا طبعا مش كويس خالص بالعكس انا شايفهم كويسين جدا وكمان يا ملك انت عايشة في شقة صغيرة ولسه مجبتيش عربية تمام عشان كده عايز اكسب فلوس اكتر عشان ما افضلش كده سبعا خلا خلت خلاص تمام انا لو كده ممكن ااخد ريت بول تمام بفليور او من غير ممكن ايديه في لابر سترابيري مسلا تمام فاندرس كده هزيد 100 جنيه نام عشان خاطر السوسة هيتحطوا في الاخر كله بتشرب خلاص فاندر اممكن اجيبي حضرتك حاجة ارخص لاتيه مسلا تمام تمام وحضرتك لا انا لسه مرسلت الشيء معي كيه تمام شوف طرابك حيبة يا ملك اوه اب هدلي بقبل انت في شراويه ده مش هتفرق ده من الوكالة هي يعني من الوكالة شكل الموية حلو اوه تعالنا وفعن بك ها كان هناك عامل اول ومنظر اموية شكله بديه اوه على فكرة يا ملك انت تعمل انت لابسا ما يبقينش ان الوكالة خالص شكله غالي وشكله ثمان وفقيه كده وحلو ده بخمسين جنيه مش حواري يعني بص بفضل يا فاندي يا غوري بنت عايز اعرف بس حساب الشيء كان يا بفندم الف وتسانية وعشرة تمام خط دول الفين جنيه عشرة ببنا خليه يا فاندي يا رابنا ببنا خليه شايف شايف الراجل ده غني ازاي؟ ومعفرس قد ايه؟ انا بتمنى عيش حياتي حتى نبسوه نبسوه مشيك قوي وبان علوم لهم اناس غنية بص يا ملك عادة ان الفلوس ما بتبقاش كل حاجة عندك مثلا بنسال عمي عمي ده غني جدا من اغنى اغنية مصر بس فيه مثلا بيقولك مزيد من المال مزيد من المشاكل شايف كده الفلوس مش كل حاجة يلا نمشي الشنالات خنقت بقولكي ما تحاولت جبيلي الجزمة بتاعت زارة ان انت دايما بتخذيها من صاحبتي جديد بيجاب؟ طب بصي قوليها انك راحها بقى مثلا مقابلت شغله هاتي طب اقفلي باشا انا في حد بيرن علي ايه انا ملاي ايه؟ مساعدة في مكتب؟ حالة انا هاجد دلوقتي حالة ماشي مع السلامة الف مبروك يا ملاي انا مازي نقومش دلوقتي حالة انا وليد انت بتقول ايه انت عايزين اسافر من غير تيارتي الخاصة انتوا فكريني فلاحة ولا هيدا ايه العرف ده؟ انت بتخيلها عايزين يزفروني ولأ وكمان التيارة فيها ناس ايه العرف ده؟ اه فعلا دي حاجة غريبة اولا انا ملت وجيت هنا شنطات الوظيفة ازبايا حضرتك وليسة فيه سلام بالايد انا بطلته من 2010 بصي بقى عشان انا اختصر عليك الوقت عشان انا مسافرة عمتا انا اي مكان بس سفره هتيجي معي زاكن بقى باريس نيويورك اي مكان وعمتا اربعة وعشرين ساعة هتفضل متواجدة معي وبعد تشتكي موافقة ولا لأ؟ انت شكلك مش موافقة بس عمتا الوظيفة دي كانت بمليون جنيه في السنة مليون؟ لا 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 ده انا موافقة جدا انا بس كنت بركز في كلام حضرتك بحيتي يا بنتي بالسرعة عادي تتعيني وبعدين بدأتي كمان شغلة من ساعات هي كده عبير سريعة في كل حاجة انا لازم احضر الشنطة بتاعتي عشان احنا هنسافر على باريس دلوقتي هتسافر يا ملك اه هسافر بس انا عميلادي بكرة اوبس معلش يا وليد انا مخدتش بال بس سوعيدك لما رجع هنحتفل بيه سوا انت كان لازم تشوفها كان لازم تشوفها يا شيك الزايد وحياتها عاملة ايه هي دلائشة اللي انا بتمنىها حياتها هي حيات احلاني حياتها روعة طب هل عبير دينتي تعمقتي فيها وعرفتي ايه اللي بيحصل معها حياتها الشخصية ايه اللي بيحصل فيها هي قالتلي انه هي منفصلة عن جزء وعندها بنت بتكرهه بس كله ده مش مهم المهم الفلوس لا خالص يا ملك مش دايما الفلوس بتبقى كل حاجة ممكن ربنا يا كريميك بشخص يحبك يكون اهمة من الفلوس واهمة من اي حاجة ملك بص يا ليد انا هعمل نفسي ماخدتش بالي من الكلام ده لا بس عايز اقولك يا جماعة وجد باريس ثلاث حلوة عمدا انا هقفل وافتح لكوا لايف تاني خدي دوق يا ايه ايه ده الله النوع ده غالي اوي وانا طول عاملة كان نفسي ادوق شكرا الاوي ايه ده ايه القرف ده ده طعم وحش قوي هو انت مفكرة ان كل حاجة غالية بتبقى طعمها حل طيب يلا بينا والله لواريكي حيوان في ايه يا عبد الهانم انت متخيل ان جزء الحيوان بيشابين بالوحش المتعطش للفلوس لا والحيوان بيكرع بنتي فيا الفقير الحكير انت متخيل دي واحدة مجنونة بالفلوس سابت بيتها وبنتها وجوزها عشان خطر فلوس وشوية جنيهين حاولت فهمة بدل مرة الفي ان الحياة السعيدة في العلقان حلوة مش مجرد اركان في البنك انا بحذرك لله مكيش دعو دي عشان دي واحدة ميرفرش معا غير الفلوس تفوق حيوان قطي قطي بس يا مدام عبير انا فعلا جوزي كان كل كلمة قالها علي كان عنده حق انا فعلا طموعة وجاشعة وواحدة مقروسة بالفلوس انا كان رقم واحد في حياتي الفلوس فعلا ورقم اتنين كان جوزي وبنتي بنتي ايه ايه بس انا عايزة انسيحك مسيحة يا ملك عشان تعيش حياة سعيدة ما تتمعيش انا عنديك حق ايه مدام عبير ما تضاييش نفسك كل حاجة هتتخذك هابي بيرش زي تويو هابي بيرش زي تويو هابي بيرش زي تويو كل سنة انت طايف ايه ده انت مش انتي قلت ان انت جاية من الحد يا بنتي لا ما نسيت كل واضيك واضيات لك فعلا انا مش فيهم حق وملك انت كنت متحمسة جدا وقلت انك هتخذي فلوس كتيرة اعرفت ان انا مش محتاجة البيت الغالي ولا العربية الغالية انا محتاجة كنت وانا بحب حياتي وزي ما قال لي حد قبل كده استعادة ليس بالمال المزيد من المال المزيد من المشاكل وانا مش عايزة مشاكل انا عايزك انت انا عايزك انت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة